طب نعمل إيه الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها عشان نقدر نوصل بشكل واضح إلى هذه المسألة أول حاجة نراجع الحلقة بتاعت النهاردة يعني الحلقة بتاعت النهاردة سبق بالخمس أصول سبق بالمحاذير اللي إحنا ذكرناها بالسبع حاجات اللي إحنا لازم نتكلم عنها بالأسوء بالأسس اللي إحنا عشان الخطوبة النجحة ونعالج ونشوف كمان الصفات اللي بتكون في الخطيب أو في المخطوبة عشان يكون الخطوبة دقيقة إيه بقى الإجراءات اللي إحنا نعملها عشان الخطوبة دي تكون متوفر فيها الكلام ده أول حاجة زي ما قلنا نراجع الحلقة دي أو نتلقى تدريب وفيه تدريبات دلوقتي للمخطوبين يبقى أول حاجة المخطوبين يتدربوا عشان يقدروا يوصلوا لمعرفة الكلام اللي إحنا قلناه يتدربوا يعني إيه؟ هم لازم يتدربوا على إنهم إزاي يعرفوا إن ده كريم إزاي يعرفوا قبل مناسبة وحدة يقولي دلوقتي إزاي أعرف إن هو كريم أول حاجة كريم الأخلاق بيحس إنه لما الواحد بيتكلم تحس كده إنه هو مشتاء لكلامه عايزوا يتكلم عايزوا يسمعوا أكتر يحس إنه هو بيكلمه وهو بيفهمه يحس إنه هو مش عايز يقيم عليه الحجة مش عايز يحكم عليه آه ده طيب وكريم الأخلاق يبقى ده واحد يبقى إزاي يعرف إنه هو كريم كمان إنه هو في الحقيقة فيه فرق كبير جداً إنه هو بيبين إمكانياته وإنه هو بيبخل إزاي؟ بيبين إمكانياته بيقول معلومات وبيبني على هذه المعلومات ويقول لهم أنا والله أوعد بإننا أنا سأسعدها وأنفق كل ما أملك لكن واحد بيقول لهم هو ده وما فيش غيره فيش غيره ليه بس أنت عندك لا هو دوت ناقص يقول إنه هو ده تبهى هو ده التكلفة اللي أنا أقدر عليها آه ده بخيل واحد يقول لي والله هي ده هو ده اللي عندي هو ده تكلفتي وهو ما شاء الله رب نفتح علي لا ده مشكلة فإحنا لازم نفهم ده بشكل صحيح ولإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المرأة ولما جاد تستشيره أتجاوز فلان قال إنه فلان رجل شحيح لا بلاش تجاوزيش هو أحد البخيل ده استاد ما تحبش الشخص البخيل تتوجع منه قوي يبقى أول حاجة نتضرب وزي ما احنا اتضربنا على ده لو إنه أنتوا عايزيننا نتضرب على الحاجات دي ونتكلم في تفاصيل مسألة الخطوبة دي ابعتن لإن انتوا لو بعدتن هنتكلم بالتفاصيل في كل الكلام ده لإن أنا بدرب عليهم الحاجة التانية من الإجراءات اللي احنا لازم نعملها إن احنا طول الوقت لازم نستشير خبير يعني إيه اللي حاصل احنا اطلق بطنه هو كده بخيل ولا مش بخيل هو كده الشخص ده صادق ولا مش صادق هو كده الشخص ده بيعرف عنده حوار إيجابي ولا لأ نستشير خبير يبقى نتضرب ونستشير خبير حاجة التالتة والمهمة لازم الخطوبة تاخد وقتها مع الحفاظ على المحاذير دي وفي نفس الوقت لا تطول الخطوبة عن وقتها أقصى مدة للخطوبة أنا شايف أن بعدها تحصل مشاكل هو سنة احنا بكلم في تسعة تشر المسألة لطيفة زيادة عن السنة دي تحصل مشاكل الناس عتحس بإن إيه بإن المسألة طالت وبتحس كمان إن المسألة بقت فيها نوع من أنواع التراخي والتأجيل الغير مبرر ولذلك هو قبل ما يروح للتجاوز هو لازم يكون عنده قدر من الاستعداد ويبقى عنده السنة دي هي السنة أقصى مدة نشوفها للخطوبة يا سادة احنا محتاجين ندقى في الخطوبة الخطوبة أول حصن بنتحصن به من مشكلات الزواج لكن خلينا أقول لكم احنا مش محتاجين في الخطوبة نتهم الخطيب لكن محتاجين نفتح أبواب للتعارف حقيقية ونفتح أبواب للتعارف صادقين فيها بلاش فكرة الاتهام والأجندات والصور الزهنية اللي موجودة عندنا اللي دايماً بنتهم بها شريك الحياة لكن تعالوا نتعامل بشكل واضح وبشكل راقي عشان دوت هو اللي يخلي فترة الخطوبة فترة نجحة وباب من أبواب السعادة الزوجية يا رب اجعل كل مخطوب كل خطيبة كل خطيبة وكل مخطوبة في حالة سعادة وفي حالة هنا عندما يمر الوقت في الخطوبة ويتكشف لهم أحسن ما في الخطيب وأحسن ما في المخطوب